اشتركوا في القناة فبالتالي بدي منك كل التركيز مش صعب بالعكس سهل لكنه عشانه مفهوم جديد بدي شوي التركيز فيه بقولي فكرة الدرس احل مسائل مستعملا مقياس الرسم المصطلحات اللي راح تمر معنا هي مقياس الرسم مقياس النموذج وعامل المقياس تمام اول اشي بنا نعرف شو يعني عنوان الدرس اللي هو عبارة عن مقياس الرسم بقولي يستعمل مقياس الرسم واللي كتير بنلاحظه او بنلاحظه الخرائط بشكل كبير بقولي يستعمل مقياس الرسم لرسم اشكال ثنائية الابعاد بشكل مشابه للشكل الاصلي بمقياس اكبر او اصغر يعني مثلا اذا كان مثلا في عندي رسم كتير كبير تمام كبير مثلا رسمة عمارة رسمة مبنى مسافة طريق بين مدينتين للاخرى هاي عبارة عن رسم كتير كبير يعني اجي ارسمها على ورق ما رح يتكفيني الورق عشان ارسم مثلا المسافة من محافظة عمال لمحافظة العقبة فبالتالي باستخدم مقياس الرسم عشان اصغر هاي الرسمة وادر ارسمها على ورق اذا انا باستخدم مقياس الرسم لرسم المقاييس الكبيرة وبازغرها باستخدام مقياس الرسم او لرسم المقاييس الصغيرة كتير التي لا ترى بالعين المجردة وبكبرها على الرسم زي كشو يا مس زي كثير مثلا من الحشرات في كثير من الحشرات ما بقدر انا اشاهدها بالعين المجردة تمام فعشان اجي ارسمها باستخدم مقياس الرسم اللي يكبرها بمقاييس معينة وبالتالي بقدر اكبرها وارسمها على الورق عندي واشاهدها اذا نستخدم مقياس الرسم لرسم اشكال ثنائية الابعاد بشكل مشابه للشكل الاصلي زي ما حكينا بمقياس اكبر او اصغر حسب الرسم اللي انا باجي بحكي عنها يمثل مقياس الرسم او مقياس النموذج نسبة تقارن بين قياسات الرسم او النموذج وقياسات الاشياء الحقيقية يعني فعليا مقياس الرسم هي نسبة ما بين المقياس الرسم ما بين مقياس اللي موجود على الرسمة وما بين المقياس الاصلي يعني ما بين ابعادها اللي موجودة على الرسمة وما بين ابعادها في الشكل الاصلي اللي موجود على واقع الحقيقة فقياسات الرسم أو النموذج تتناسب مع القياسات الحقيقية هذا الحكي بشكل عام ما رح يتوضح إلا من خلال حل الأمثلة يا سابع زي كل مرة تمام فعشان هيك بدي نفتح مع بعض على مثال رقم واحد اللي موجود بصفحة 56 ونشوفه مع بعض وبعديها نحل سؤال أتحقق من فهمي اللي موجود بصفحة 57 بس قبل هيك خلينا نقرأ المثال بقول لي يستعمل ما يقارب 700 ألف وردة أو زهرة لتشكيل سجادة مستطيلة الشكل في بلجيكا مرة كل عام يعني في بلجيكا بيستخدموا حوالي 700 ألف زهرة عشان يصنعوا سجادة زي ما هو موضح بالرسم بس هاي الرسمة أو هاي السجادة بيصنعوها مرة كل عامين طبعا شوفوا من خلال الرسمة قدش السجادة كبيرة تمام فأنا عشان آجي أرسمها عندي طبعا عشان هو يجي يرسموها على أرض الواقع أكيد رح يرجي يرسموها رسمة ومن ثم بيطبقوها على أرض الواقع بقياسات معينة وقبل صنع السجادة يعد المصممون مقياس رسم للسجادة قبل ما يصنعوها هاي السجادة بيعملوا مقياس رسم ما بين قياساتها على الرسم اللي هو رسمها يعني بيصنعوا رسمة مصغرة على الرسم بالسجادة وبأشكالها وبالورود اللي بضعوها ومن ثم بيطبقوا هاي الرسم اللي هم يرسموها على واقع الحياة أو الواقع الأصلي وبيقدروا يصنعوا هاي السجادة بواسطة الزهور بقول لي إذا كان عرض السجادة الحقيقية يعني هاي السجادة الحقيقية إلها طول وعرض إذا كان عرضها لهاي السجادة الحقيقية عبارة عن أربعين متر في الواقع في الحقيقة لما صنعوها كان عرضها عبارة عن أربعين متر وعرضها على الرسمة لما رسموها على ورقة هذا العرض لهاي السجادة على الرسمة لما رسموها على الورقة كان عبارة عن عشرين سنتيمتر بدي أوجد مقياس الرسم عشان نوجد مقياس الرسم إذن أول جزء من هذا الدرس بدنا نوجد مقياس الرسم مقياس الرسم عشان أوجده إلو قانون لازم تحفظه إذا ما حفظته ما بتعرف تطبق عليه شو قانون مقياس الرسم؟ قانون مقياس الرسم هو البعد في الرسم على البعد في الحقيقة خلينا نكتبه إذن هو عبارة عن البعد في الرسم تقسيم أو على البعد في الحقيقة هذا القانون لما بدي أجي أطبقه أنا هيك بكون طلعت إشي اسمه مقياس الرسم اللي استخدموا المصممون على الورقة وطبقوه على الواقع الأصلي ورسم وهي السجادة الكبيرة معناته في مثال رقم واحد استخدموا مقياس الرسم لتكبير للتكبير من رسمة مصغرة وكبروها على أرض الواقع تمام فبالتالي إذن عشان نوجد مقياس الرسم زي ما قلنا بدي أطبق هذا القانون بدي أحفظه البعد في الرسم على البعد في الحقيقة تمام خلينا نيجي نمسك يا ميس هذا الدفتر ونقلت أنا هون عندي مثال رقم واحد هون عندي على الدفتر عشان نيجي نحله مع بعض مثال رقم واحد إذن عشان أوجد مقياس الرسم زي ما قلنا بدينا نطبق القانون يلا شو بقولي القانون قانون بقولي مقياس الرسم يساوي البعد في الرسم على البعد في الحقيقة يلا البعد في الرسمة يعني البعد وهو موجود على الرسم كيف بوجده؟ أعطاني إياه في السؤال لما قرأت المثال رقم واحد قبل شوي قال لي وعرضها على الرسم إذن كم بعدها في الرسم؟ بعدها في الرسم 20 سنتيمتر إذن العشرين سنتيمتر رح أحطها وين فوق بالبسط تمام لهون بعدين قال لي إذا كان عرض السجاد الحقيقي إذن البعد في الحقيقة كم كان؟ 40 متر إذن على 40 متر بعد ما أحط يا سابع هاي القياسات هون بالشكل هذا الموضح عندي في بسط هو مقام باجي ببسط هذه القياسات أو هاي الأرقام عندي لأبسط صورة بحيث أحصل على الرقم واحد يلا نتيجة التبسيط عندي مش هذا كسر هذا كسر نتيجة التبسيط بقدر أختصر الصفر مع الصفر بروح فبصير عندي عبارة عن 2 سنتيمتر تمام على 4 متر لازم أحط الوحدات المستخدمة في السؤال انتبه الوحدات لازم أحطها هلأ بقولك ليش بس نحل حنعرف ليش بس طب في أبسط صورة هيك لا لسه فيه تبسيط 2 و 4 كلاهما بيقبل القسم على 2 إذا 2 تقسيم 2 و 1 4 تقسيم 2 عبارة عن 2 إذن كم طلع الناتج؟ طلع الناتج عبارة عن 1 سنتيمتر على 2 متر إذن أنا هيك وجدت مقياس الرسم طب شو يعني هذا مقياس الرسم؟ طلع عندي شو رح أقرأ الأرقام كيف رح أقرأ الأرقام؟ معنى 1 سنتيمتر على 2 متر يعني كل مش هذا حكينا الرقم الموجود في البسط هو البعد في الرسم والرقم الموجود في المقام هو البعد في الحقيقة معنى مقياس الرسم أنه كل 1 سنتيمتر على الرسمة لما رسم الرسمة المصغرة يقابل في الحقيقة لما عملوا السجادة على واقع الحقيقة كان يقابل 2 متر معناته لما إجا رسم الرسمة هون لهاي السجادة كل 1 سنتيمتر كان يرسمه على هاي الرسمة فعليا هذا الواحد السنتيمتر على الرسمة على الواقع كان يقابل 2 متر على الواقع على الأرض على الواقع الأصلي تمام؟ إذن هيك يعني مقياس الرسم إذن مقياس الرسم بعيد ما أنا وجدته عشان هيك الوحدات مهمة زي ما حكينا إنه معناته إنه كل 1 سنتيمتر على الرسمة كان يقابله إلى 2 متر على الواقع أو في الحقيقة شو عرفك يا ميس هون إنه الفوق الرسم أتحت في الحقيقة ملقي خلال القانون شو إنه القانون من قياس الرسم اللي في الباص عبارة عن البعد في الرسم والمقام هو عبارة عن البعد في الحقيقة إذن كل 1 سنتيمتر على الرسم كان يقابل 2 متر على الحقيقة إذن هيك إحنا حلينا مثال رقم 1 الموجود بصفحة 56 خلينا نشوف سؤال أتحقق من فهمي الموجود بصفحة 57 بقول إذا كان الطول الحقيقي لقطعة أرض عبارة عن 15 متر في عندي قطعة أرض الطول الحقيقي إلها لهذه قطعة الأرض عبارة عن 15 متر الطول الحقيقي وطولها على الرسم يعني البعد على الرسم كان عبارة عن 30 سنتيمتر أجد مقياس الرسم يلا إذن راح نيجي نحل له هلأ إذن راح نكتب أول ما يحكي لمقياس الرسم بدي أجي أحط القانون وأطبق عليه شو قانون مقياس الرسم مقياس الرسم يسابع يساوي البعد في الرسم على البعد في الحقيقة إذن البعد في الرسم على البعد في الحقيقة أو البعد الحقيقي تمام كم البعد في الرسم البعد في الرسم هي طولها على الرسم 30 سنتيمتر بتكتبها كاملة مع الوحدة 30 سنتيمتر كم بعدها في الحقيقة 15 متر إذن على 15 متر شو بعمل في هاي الأرقام ببسطها بأبسط صورة بحيث أحصل على الرقم واحد يلا 30 وال15 الخمستاش تقبل القسمة على 15 والتلاتين بتقبل القسمة على 15 لأنه 30 من مضاعفات الخمستاش تمام إذن 15 على 15 واحد 30 تقسيم 15 فيها 2 إذن كم طلع الناتج بالآخر طلع الناتج 2 سنتيمتر على 1 متر هذا ما قياس الرسم طب خلينا نوضح من خلال الكلمات شو يعني 2 سنتيمتر على 1 متر يعني كل 2 سنتيمتر في الرسمة يقابل 1 متر في الحقيقة يعني هاي الرسمة لما إجوا رسموها كل 2 سنتيمتر على الرسمة كان على الواقع لما إجوا كانت قطعة الأرض على الواقع تقابلها هاي لتنين سنتيمتر عبارة عن 1 متر في الحقيقة إذن كل 2 سنتيمتر كان يقابل 1 متر في الحقيقة